اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين صباح الفل عليكم او مساء الخير على حسب مكانك في العالم النهاردة هنتكلم عن مجموعة كده مهمة من الاخبار والحكاوي وحاجات حصلت جوة الدول العربية وخارج الدول العربية ولكن قبل ما نبدأ يريد تعملوا اشتراك وتفعيل الجرس الناس الجداد معنا تشرفنا طبعا ولو عجبكم المحتوى يا جماعة ما تنسوش تعملوا لايك وشير عشان يوصل لكل الناس طبعا دلوقتي بتوقيت القاهرة الساعة 8 الصبح او بتوقيت جرينتش الساعة 6 اي ام في لبنان خلاص بدأت الانتخابات من حوالي ساعة تقريبا ونزلت الخلاص الاخبار والحكاوي عن الناس بدأت تروح البقار النيابية او اللجان عشان الانتخابات النيابية واول خبر كان نازل من سكاي نيوز بتكلم عن الموضوع ان اللبنانيين بيجلب اصواتهم في اول انتخابات منذ النيار الاقتصادي لبلدهم في اختبار لما اذا كانت الجماعات واللجان والسياسات مين اللي هيكسب ومين اللي هيكون موجود وخصوصا بعد انسحاب سعد الحريري من الطائفة السنية وانتوا طبعا عارفين انتخابات عندهم على حسب عدد الطواقف وبتبقى متقسمة على اساس كده ان كل طائفة او كل حزب لعدد معين من الكراسي ففيه ناس كتير جدا حتى ان اللي جاي هيبقى فيه تغيير كبير جدا في السيناريوهات ولبنان داخل على انتخابات ساخنة وعلشان كده الجيش حاليا عمل تأمين على كل مقار اللي جان علشان الناس ياخدوا حريتهم ويحسوا بامان ولكن في نفس الوقت خايفين من موضوع ان بعض الاحزاب ممكن تستغل الازمة المالية الاقتصادية الموجودة فيها لبنان وتبتدي انها تغري الناس باختيار معين مقابل مثلا سلع من الطعام مقابل مثلا فلوس اي حاجة من الحاجات الازادي فده هيأثر برضو في نتائج الانتخابات الله اعلم اللي هيحصل ولكن العالم كله بيبص على لبنان حاليا لانها منهارة جدا وفيه ناس كتير جدا بتشوف عايزة تشوف اللي هيحصل خلال ايام اللي جاية خصوصا في موضوع الانتخابات النيابية واسمعنا ان في بعديها هيبقى فيه انتخابات رئاسية دي اول حاجة معنا النهاردة حبينا نبدأ بيها لانها لسه بدأ من ساعة فحبينا برضو نفكر الناس بالموضوع تاني حاجة معنا النهاردة هي من امريكا طبعا جو بايدن كلش هيطلع ويقول امريكا بخير وما فيش حاجة واحنا قادرين احنا نعدي المراحل الصعبة اللي بتعدي بيها الدول كلها من انهار اقتصادي وهكذا ودلوقتي سمعنا ان امريكا دخل في مشاكل بتاعت ان مش لقين لبن للاطفال كأنها دولة نامية مش دولة متقدمة او دولة عظمة فكمان النهاردة الموضوع حيدخل في منحنة اخر وهو الهجوم العنصري بين البيض والسود سمعنا عن اللي حصل في مترو نيورك من فترة لما جيه واحد من السود او من البشرة الصمراء عمل كنبلة وضرب نار في المترو النهاردة بدأ العكس هو اللي يحصل النهاردة حصل هجوم في نيورك ولسه اخر الابديتس او اخر التحديثات نزلة من حوالي ساعة على موقع سكاي نيوز عن هجوم نيورك ممكن تسمعتوا عنه من حوالي كم ساعة ولكن خلاص بدأوا يقولوا المعلومات عن اللي حصل اللي حصل النهاردة ان في واحد دخل محل او مركز تجاري للسود وبدأ ان هو يقتل في الناس ولاحظوا ان الناس اللي ماتت النهاردة كلهم من البشرة الصمراء وطبعا اتصاب اتنين تلاتة من البيض ولكن من الواضح انهم اتصابوا بالخطأ مش هما المقصودين والخبر بيقول ان القتل مسلح ابيض عنده 18 سنة 10 اشخاص بالرصاص واصاب تلاتة اخرين في متجر بآلة في حي اسمه بوفالو للسود في نيورك قبل ما يستسلم للشرطة وقالت السلطات انه بيتم التحقيق في الهجوم باعتباره جريمة قراهية انه هو داخل رايح لناس معينة وعمل من اعمال التطرف العنيف بدوافع عنصرية بحسب ما ذكرت وكالة رويترز وقالت السلطات ان الجاني كان مسلح ببندقية هجومية وكان لابس خوزة عسكرية وكمان فيه ناس بتقول اللي كان بيصور بيصور اللي بيعمله ويبدو انه تصرف بمفرده يعني مفيش جماعة وراه او في منظمة هي اللي محرضاه هو التصرف ده جه من نفسه وجه لمقاطعة او في مكان اسمه بوفالو دي حتة موجودة في نيورك على بعد كم ساعة من نيورك يعني مستهدف المتجر ده بالذات في هجوم بسه على الانترنت وذكرت اوراق المحكمة ان المشتبه بي اسمه بيتون جيندرون من كونكلين ودي بلدة بيسكنها حوالي خمس تلاف شخص في منطقة اسمعها جنوب نيورك بالقرب من حدود مع ولاية بن سلفانيا وقالت السلطات ان الشاب اللي ذكرت وسائل الاعلام المحلية ده كان طالب في كلية جماعية لولاية نيورك اقترب من الانتحار قبل اعتقاله يعني عنده مشاكل اصلا وقال المسؤولين ان 11 من بين 13 كانوا من البشرة الصمرة وان الاتنين التانين كانوا من البيت وانه كان مسلح وكمان لابس سترة واقية من الرصاص لما دخل ليعمل العاملة السوداء اللي عملها وقال مفاوض الشرطة في المكان ده في افادة صحفية ان لما واجه المسلح رجال الشرطة في المتجر حق المسدس على رقابته وكان بيهدد بالانتحار ولكنهم اتكلموا معه شوية واقنعوه بالالقاء السلاح والاستسلام وقال ان المسلح تبادل اطلاق النار في البداية مع رجل شرطة سابق شغال كحرس امن في المتجر ولكن المسلح كان محمي بسطرته الواقية من الرصاص وهذا الحادث ادى الى مقتل عشرة والد السلطات حتى الثلاثة المتصابين في منهم يعني حالاتهم صعبة شوية بس من المتوقع انه ممكن يخفوا ربنا يستر طبعا على اللي بيحصل العالم كله في مشاكل دلوقتي امريكا مليانة دلوقتي بمشاكل كبيرة جدا منها التدخم ارتفاع الاسعار دلوقتي كمان فيه هجوم وقتل كتير جدا انا عارفة فيه ناس تقول لي في امريكا احنا متعودان على كده اوكي بس الموضوع بدأ اكتر هوقا كان موجود كل يوم لكن مش بالمنظر ده موضوع الفقر والبطالة والحاجات الجديدة اللي جدت في امريكا خلت الجرائم دي بكسرة معانا كمان حاجات تانية كتير فيه خبر نازل في المصر اليوم بتكلم عن ان الدفاع الروسية بتتكلم وقالت خبر ان فيه النهاردة اتقتل عشر جنود سوريين في استهداف حافلة كانت كانوا راجبينها اتقتلوا عن طريق او ماتوا عن طريق صاروخ مضاد للدبابات الدرب فيهم اعلنت وزارة الدفاع الروسية ان فيه رهابيين استهدفوا حافلة تكل جنود سوريين بصاروخ من نوع تاول مضاد للدبابات ما ادى لمقتل عشر جنود واصابة اتناشر اخرين ده في منطقة اسمع سامحوني لو قلت المنطقة غلط اسمع ان جارة بريف حلب الغربي وده خبر برضو ممكن الناس ما تعرفش عنه انه حصل في سوريا يعني برضو سوريا فيها مشاكل برضو الايام دي كتير ومع انا كمان خبر تاني بس هيكون الحقيقة حاجة تفاقلية بدل اخبار النكهة ده اللي كل شوية بنجيبها عايزين برضو نضحك شوية ونحس ان الدنيا بخير النهاردة فيه خبر كواس جدا في الجزائر بعد موافقة مجلس الوزراء الجزائري فيه منجم حديد بيقولوا انه يعتبر تالت احتياط عالمي من الحديد المكان ده فيه حديد كبير جدا من درجة مسميين المنطقة الكنز الرمادي الكنز الرمادي الجزائر تعيد اكتشاف الكنز الرمادي بعد موافقة مجلس الوزراء يبدو ان منجم الحديد اسمه غار جبيلات موجود في جنوب غرب الجزائر هو احد اكبر المناجم في العالم الجماعة سيبينوا ليه لما تستغلوه بس الحمد لله ان هم اخدوا القرار ده مش اش كان نتأخر فيه بس المهمة ناخده يعرف تاروكو نحو الاستغلال عبر مشروع ضخم في اطار توجه الحكومة نحو تنويع اقتصادها واستغلال كل الموارد بتاعتها وخصوصا ان منح مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تابون الدول الاخضر لما يصف في الجزائر بعملاق الحديد وتعول الجزائر على هذا المشروع باعتباره مرتبط باحد اكبر احتياطات الحديد في العالم يا جماعة تالت احتياطي عالمي في الحديد ومحدش جه جنبه يتجاوز ثلاثة مليار طن من المعدن الرمادي من بينها واحد وسبعة من عشرة مليار طن قابلة الاستغلال في المرحلة الاولى مما سيضمن ارادات بعشرة مليار دولار سنويا وفق بعض التقديرات فده خبر حلو جدا لدولة الجزائر الحمد لله ان القرار طلع ولازم ان فعلا حاجة زي كده يستغلوها انها تجيب لهم دخل اضافي للدولة ودي حاجة كويسة جدا حبينا نقولها اما عندنا دولة تانية زعلانين على اللي بيحصل فيها دولة ليبيا ليبيا جماعة دلوقتي فيها مشاكل كتيرة جدا كل شوية نسمع عن مشاكل ولكن النهاردة الموضوع بدأ يتزايد فيه اشتباكات ثقيلة بين الجيش والشرطة والكلام ده نازل برضو في تطبيق او موقع معزرة اسمه بلدنا اليوم بيقول اشتباكات ثقيلة بين الجيش والشرطة في ليبيا يعني تخيلوا هنسمع ان احنا بنضرب الجيش بيضرب مثلا ارهابيين او الشرطة بتقبض على حرمية لكن بين الجيش والشرطة غريبة جدا الخبر بيقول بتشهد العاصمة الليبية ترابلوس اشتباكات بالاسلحة النارية بين مجموعات تبعة لوزارة الدفاع يعني الجيش واخرى لوزارة الداخلية يعني الشرطة ويدور القتال في منطقة اسمها جنزور غرب العاصمة ترابلوس وقالت صحيفة الوسط الليبية ان الاشتباكات دايرة من حوالي كم ساعة قرب جسر اسمه السبعتاشر في المنطقة اللي احنا ذكرناها من شوية فيما لم تتضح حتى الان الاسباب يعني مش عارفين هم ما بيدربوا بعض ليه واضافت انه حسب مقاطع فيديو جرى تدولها على مواقع التواصل سمعين اصوات نيران كتيرة جدا في انحاء متفرقة من المدينة ولم تعلن اي جهة رسمية حتى الان اسباب الاشتباكات والضالعين فيها وذكرت ان في مصادر متطبقة بتقول ان الاشتباكات تدور بين مسلحي كتيبة اسمها فرسان جنزور وكتيبة خمسة وخمسين هم دول بيدربوا بعض لافتة ان لان قذائف بتسقط عشوائي في الاحياء المأهولة المحيطة بمنطقة الاشتباكات مما تسبب في زعر السكية انت تدربوا بعض الناس دي زنبها ايه الناس اللي هم قاعدين في بيوتها لا بيهم ولا عليهم تقع عليهم صواريخ وقظايف انا مش عارفة بجد ايه اللي بيحصل في ليبيا الموضوع بدأ يتزايد ولازم العالم برضو يعني يبص شوية في الدول التانية غير اوكرانيا اه احنا احنا قاعدين على اللي بيحصل في اوكرانيا في دول تانية بتعاني برضو يعني المفروض نظر العالم يبقى شوية على بقية الدول دي في خبر غريب شوية برضو النهاردة اعلنته الصين الصين يا جماعة احنا طبعا خلاص يعني موضوع كورونا ده الموضوع ده خلاص ما بقاش موجود او يقصر فينا ولكن الغريب في الموضوع بعد ما العالم كله تقرس من كورونا النهاردة الصين بتعتذر عن استضافة كأس اسيا 2023 بسبب تداعيات جائحة كوفيد ناينتين دي حاجة غريبة والموضوع مش جايبينه من عندنا ده من قناة العربية نفسها بتقول في خبر عاجل ان الصين بتعتذر عن استضافة كأس اسيا بسبب كوفيد ناينتين بدأ ينتشر عندهم بشكل غير طبيعي فعشان كده خايفين على الناس مش قادرين هما يستضيفوا الناس انه حاسين ان هيحصل مشكلة ان الناس دي من كل حتة في العالم فعكده هنرجع تاني يبقى فيهم مشكلة فقطر الف خروة من الحقيقة ان هما لغوا الموضوع والغريب كمان ان مش الصين بس حوالي من يوم او اتنين سمعنا ان كوريا الشمالية كمان مات عندهم واحد وعشرين واحد بيقول لك حما كانوش معترفين بالموضوع وبعدين قالوا لأ دول ماتوا بسبب كورونا وكمان فيه اصابات من عشر الى سبعتاشر الف اصابة في كوريا الشمالية بهذا الفيروس بدأ ينتشر تاني في كوريا بعد ما كانت كوريا والصين اكتر دولتين مفهومش اي حاجة يعني كانوا عايشين في امان والعالم كله كان بيموت دلوقتي غريبة يعني هما بدأوا تاني يرجعوا يبقى عندهم المتحول او الفيروس ده ربنا يصر عيام اللي جاية من اسمعش ان تلع فيروس تاني او متحور خطير تلع من عندهم ينتشر فالواحد مش ناقص بكده احنا انتهينا من جولتنا الاخبارية حوالين العالم وعرفنا ايه اللي بيحصل حوالينا في كل حتة ان كان من دول عربية وان كان دول اجنبية دلنا ان احنا نجمع لكم اكبر قدر ممكن من الاخبار الهمة شكرا لحضراتكم اتمنى الفيديو كان كامل ووافي لكل التفاصيل ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة لو الناس جديدة تشرفنا طبعا ولو اعجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا وايك وشير عشان نوصل لكل الناس اشوفكم بخير في فيديو جديد على قناة مساء الاخبار اشتركوا في القناة